بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل قال مصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده أعظم التسبيح سبحان الله وبحمده والله عز وجل جعلها ذكرا لملائكته الكرام والملائكة من أعلم خلق الله بالله وهم يرون ما لله جل وعلا من عظمة ويبلغهم ما يقول بعد البشر في حق الله فيزدادون تعجبا من أن هؤلاء البشر لا يعرفون قدر ربهم ولهذا تكثر الملائكة من التسبيح لأنهم في كل يوم يزدادون علما بعظمة الله جل جلاله فأكثر من قول سبحان الله وبحمده في يومك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر فأكثر من هذا الذكر العظيم فهو أعظم التسبيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته